إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ والذي يتهدى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية موضوعنا لهذا المساء بعنوان دور الصيدلي في الرعاية الصحية وخدمة المجتمع ضيف النافذة سعادة الدكتور إحسين بن طلال بخش باستشاري صيدلي وأستاذ الممارسة الصيدلية المشارك بكلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز ومدير الخدمات الصيدلانية بالمستشفى الجامعي فأهلاً وسهلاً بكم مرحباً دكتور أهلاً وسهلاً فيك أستاذ عبد العزيز وشاكل للإستضافة الكريمة الله يعطيك العافية نحن سنستخدم مصطلحاتكم معاشر الصيدلة فنقول جرعة فهي جرعة وعي بإذن الله عز وجل تكرمونا بأن تقدموها لنا وللسهد المشاهدين أكيد إن شاء الله بإذن الله يعيننا لتقديم المفيد ونستفيد كذلك الله يعطيكم العافية أستاذنا الكريم الحديث مع سعادتكم حول دور الصيدلي في الرعاية الصحية وهو خدمة المجتمع إن أذنت لي أن أسألك بداية عن الحد الفاصل في الخدمة الطبية بين الطبيب والصيدلي أين ينتهي دور الطبيب وأين يبدأ دور الصيدلاني أو الصيدلي طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سؤال جداً جميل أستاذ عبد العزيز الآن التوجه عالمياً ومحلياً هو لفكرة أو مفهوم الفريق الطبي متعدد التخصصات لزرع مفهوم الخدمة التكاملية بحيث أنه لكل خدمة يقدمها الممارس الصحي تكون متكاملة مع الممارس الصحي الآخر في مختلف التخصصات فمثلاً أنا فريق الطبي مشكل من أطباء من فريق التمريض لخدمة المرضى وكذلك ينضم معهم الصيدلي العملية تكاملية من ناحية أن الطبيب بمهامه العديدة والمتعددة لتشمل التشخيص التقييم للحالة متابعة الحالة للوصول إلى التشخيص السليم الذي يحتاج بعد كده يقرر بالخطة العلاجية يجي دور الصيدلي هنا في أنه يساعد ويعاون الطبيب المختص بأنه يصل إلى خطة علاجية ملائمة ومناسبة من أجل إن شاء الله إتمامها بالشكل السليم وهذا ما نسميه إحنا بنسميها المداخلات الصيدلانية بحيث أنه في أي إجراء نحتاج نسويه من ناحية الدواء من ناحية جرعته من ناحية طريقة استخدامه من ناحية التفاعلات الدوائية الممكن تحصل أو وجود حساسية معينة أو وجود موالع لاستخدام لهذا الدواء بتبدأ مداخلاتنا مع الطباء بأنه يتم فيها نوع من أنواع النقاش العلمي المستند على مراجع علمية نصل فيها إلى القرار المناسب لإكمال الخطة العلاجية فهو خلينا أقول ما هيكون في حد فاصل قد ما هيكون في تكامل كل حسب توجهه وخلفياته العلمية جميل إذن ليست قضية الصيدلاني مثلا فقط استلام الوصفة ثم إعطاء الدواء المكتوب فقط أكيد طبعا هذا الدور خلينا أرجع معك سيد عبد العزيز أن الصيدلي علشان يأخذ مزاولة مهنة الصيدلة بيدرس ست سنوات معظم جامعات المملكة عندنا بيتخرج بعد ست سنوات طبعا في خلال ست سنوات هذه بيتعرض إلى مناهج في علم التشريح علم وظائف الأعضاء ويتدرج بعد كده في علوم الأدوية بمختلف تنوعها بمختلف الأمراض التي ممكن يتم فيها استخدام الأدوية وعلاجاتها فهذا بيخل الشخص داذا كفاءة عالية إنه لا يقتصر دوره على فقط صرف الدواء هناك خطوات تسبق هذه الخطوة تتشكل في أولا التفحص وتدقيق الوصفة الطبية بجرعاتها هل المريض هذا بيأخذ أكثر من دواء هل الأدوية هذه قد تتفاعل مع بعض هل تفاعلاتها في تفاعلات حميدة ممكن نغض البصر عنها لكن في تفاعلات قد تضرب المريض قد تؤثر على مفعول الدواء فهذه أمور يأخذ فيها صيدلي الوقت الكافي إنه يبحث وراها يمنع أي أخطاء دوائية قد تحصل نتيجة الوصفات اللي ممكن تتكرر على المريض كذلك عندنا الدور مهم جدا في عملية تحضير الأدوية الوريدية هذه الأدوية حساسة تدخل المجرى الدم مباشرة فعملية تحضيرها لا تخضع عفا تخضع لبيئة معقمة حتى تمنع أي مايكروب إنه مثلا يدخل إلى المحلول الطبي هذا اللي ينتهي بالمطاف إنه يدخل في مجرى دم المريض ما نبغى الميكروبات تدخل لأنها تسبب مضاعفات قد تجعل المريض لا قدر الله يدخل في مشاكل أخرى قد تزيد من أيام إقامته في المستشفى وتبعاتها فالدورة الصيدة ليه هنا بيكون مهم حتى يخضع لتدريب معين في عملية تحضير الأدوية الوريدية التغذية الوريدية أدوية الكيماوي لأمراض الأوران بعيد عنك وعن أحبابك هذه أمور تتطلب أن الشخص يكون ذا كفاءة عالية كذلك أيضا في عملية الإمداد وسلاسل الإمداد والمخزون حق الأدوية وإدارته هذه أدوار قوية جدا لا تكون ظاهرة على السطح فهي أكيد طبعا ما يكون فقط مقتصرة الدور على مجرد الصرف جميل أفهم من كده دكتور أن ما يأخذه المريض مثلا في الوريد دكا منوم مثلا في الداخل كلها تحضر عن طريق الصيدلي نعم نعم اللوايح كلها أنه لا يبد أن يتم تحضيرها في الصيدلية فقط وتحت أجهزة معقدة لا يبد أنها يكون عليها صيانة دورية لضمان أن الفلاتر الموجودة فيها تسحب أو تمنع أي ميكروبات مهما كان صغير حجمها أنها تكون موجودة في هذا المحلول الذي سيسلم ويستخدم عن طريق المريض جميل أن ننتقل إلى المنزل ونأخذ من سعادتكم جرعة وعي كما يقال في شأن الوعي الدوائي في المنزل أكيد نحن دكتور أنا والسادة المشاهدين لسنا أطباء ولا صيادلة يعني كل ما نجد على العلبة مثلا رقم مرة مرتين ثلاث مرات وأحيانا يتطوع الصيدلي مثلا ويخبرنا بطريقة التخزين شكرا سابقا جدا نقطة مهمة ولها دور كبير جدا في الدورة التوعية للصيدلي طبعا اللي ذكرناه سابقا ده الدورة المهنية اللي ملزم يقوم فيه الصيدلي في عمله الوظيفي أما الآن الدورة التوعية فعلا هو مهم خاصة في توعية المستخدمين للأدوية في المنازل أحد أكثر الأشياء اللي هي ممكن تكون مشاكل شائعة جدا نتيجة إهمال الناس أو تجاهل خلينا ما أقول لهم إهمال لكن تجاهل المعلومة المتكررة اللي هي تلاقيها موجودة في علبة الدواء مثلا يحفظ في درجة حرارة الغرفة أو يحفظ في درجة حرارة يحفظ في الثلاجة هذه معلومات ترى مهمة جدا ولا يمكن تجاهلها أو إهمالها بعض الأدوية يمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة طيب إيش تعريف درجة حرارة الغرفة علميا هي درجة حرارة اللي تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية يعني في ظلة تكييف عندنا بتوصل إلى 18 درجة مئوية وهي مناسبة جدا لحفظ بعض الأدوية لكن لما أقول يحفظ في الثلاجة معناته ما بين درجتين إلى 8 درجات مئوية هذه الثلاجة لكن فيه برضو طريقة تجميد هذه ما تحتف صفر درجات ما تحتف صفر غالبا ما نلجأ لها كثيرا في المنازل تخزين الأدوية في التجميد اللي هي في الفريزر عندنا في المنازل غالبا بنستخدمها كطرق حفظ بعض اللقاحات في المستشفيات لكن في البيت يمكن الأكثر الشيوعا هي حفظها في درجة حرارة الغرفة أو حفظها في الثلاجة فهذه مهمة لأنه يعني إلى جانب حفظها مع مراعاة درجة الحرارة حفظها بعيدا عن الرطوبة وحفظها بعيدا عن حرارة العالية بعض الممارسات الخاطئة للأسف أن بعض الناس بيشوفوها أحيانا في الشاشات حفظ الأدوية بيكون في دورات المياه اللي يكرمك في دولاب معين دورات المياه أكرم الله السامعين ما بيتكون بيئة مناسبة بالحفظ الأدوية نتيجة الرطوبة العالية من الاستحمام من بخار الماء اللي يكون طالع هذي ما بيتكون بيئة سليمة للحفظ الأدوية بطبيعة الحرطة طبعا أكثر الأشياء شيوعا عن نسيان الأدوية في السيارة أو يسيب علبة مثلا دواء الصداع اللي بين الدول مثلا الأشهر يسيبه في السيارة للأسابيع يتعرض للحرارة هذه عوامل قد تسبب تغيرات فيزيائية أو كيميائية فيزيائية بمعنى الشكل الظاهري للقرصة أو العلاج تظهر عليها ألوان مختلفة بقع مختلفة يثير هش فهذه تغيرات فيزيائية ترافقها تغيرات كيميائية في التركيب الكيميائي للمادة الفعالة في الدواء ممكن أصبح ما يكون لها مفعول نتيجة سوء حفظها وتخزينها فالمكان الأمثل لحفظ الأدوية في المنازل ودائما نستخدم التوعية في الحملات التطوعية عندنا هو غرفة النوم السبب أن غالبا الغرفة تكون مظلمة معظم الوقت ويكون تكييفها تقريبا مستمر طول الوقت وتكون بعيدة عن الرطوبة والأهم من كذا كمان اللي يتم تجاهلها بعيدة عن أيدي الأطفال ما أقول لك سيد عبد العزيز يمكن ربما زملائنا في طب طوارئ الأطفال أكيد بيتمر عليهم أحداث يومية عن أطفال ابتلعوا الأدوية اللي كانت غريبة منهم لا نستبعد أن الدولة طعمه مر أو غريبة الأطفال عندهم درجة عالية من الفضول إنهم يستطعموا أي شيء ويجربوا أي شيء هناك بعض الأدوية أحيانا في الحملات التطوعية بنضرب عليها المثال حبة واحدة قرص واحد لا قدر الله يكفي لقتل الطفل أشهرها طبعا الحبوب اللي تسبب هبوط في السكر أو هبوط في ضغط الدم هذه خطيرة جدا لطفل عمره سنتين أو ثلاث سنوات لو أخذها هبوطات في الدورة الدموية يحصل لهبوطات في السكر ينام أهله يحسبون أنه مغم عليه هو عفوا يغم عليه وأهله يحسبون أنه نايم وللأسف تحصل ما لا يحمد عقباه فمهم جدا حكاية وعينا بظروف وبيئة تخزين الأدوية في المنازل جميل دكتور في إبشاء الطريقة السليمة للتناول الأدوية دعني أسألك بداية عن الجرعة مثلا نجد مثلا خمسة ملي هل خمسة ملي هذه هذه الملعقة مثلا ثم الملعقة هذه هل هي الملعقة الكبيرة المعروفة أو ملعقة السكر مثلا هل يجب مثلا استخدام الغطاء مثلا أحيانا يكون موجود وأحيانا لا يكون موجود أحيانا عند شرب الدواء مثلا تعطيه الطفل يبقى مثلا أجزاء مثلا موجودة في العلبة أو قلنا نقول في الغطاء هذا فما تعرف هل ذهبت المليات المطلوبة كلها يعني قضية الطريقة السليمة دكتور لاستخدام الدواء يمكن هذه أحد الأشياء الفائنا برضو في بعض الحملات الطوعية بنرشد فيها ربما خلينا نقول عشان تكون الرسالة مختصرة ومفيدة إن شاء الله يمكن أسهل حاجة للأطفال استخدام السيرنجات أو الإبر الحقندي الموجودة في الصيدليات اللي بدون الإبر الحادة اللي فقط بيكون فيها من صفر إلى عشرة ملي ممتاز هذه بتكون سهلة جدا بتخلي حتى لو الطفل مثلا صغير في السن صعب التعامل معاه أسهل من غطل القارورة أو حتى أسهل من الملعقة ويبيديك الجرع اللي أنت تحتاجها لأنه بيكون الشرطات موجودة تقدر تعيد غسلها واستخدامها لمرة أخرى للطفل لو كان مثلا يحتاج يستخدم الدوة أكثر مرة في اليوم كذلك يمكن إفراق كامل الكمية الموجودة في الإبراط بشكل تدريجي يعني بحيث أن الطفل بعض الأطفال أنت عارف لو أعطيتهم الجرع مثلا خمسة ملي مرة واحدة ربما يعاني من غثيان أكرمك الله وبعد يتبعوا الاستفراغ طبعا بيكون في وقت قصير ما أخذ وقته الدوة أنه يمتص الجسم كي أنه خسر فائدته لكن الإبر هذه الموجودة ومرقمة بتساعد حتى الوالدة أو الوالد يعطي الجرعة بشكل تدريجي يستطعم الطفل يبلعها بشويش يخف العناد يخف المقاومة اللي أخذت الدوة عن طريق هذه التقنية فهي وسيلة سهلة وأسهل في إعطاء الأدوية خاصة لما تكون محسوبة بالملي مترات جميل قبل أن أنتقل معكم سعد الدكتور للحديث حول تناول الأدوية مع الأكل والأدوية الأخرى أستأدنكم في اتصال معا على الهاتف الأستاذ أبو محمد من السعودية مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أستاذ حياك الله أستاذ عبد العزيز كيف حالك؟ حياكم الله أهلا وسهلا حيا الله الدكتور حسين الله حييك وبيك سعر الخير يا مرحبا سعر الخير يا حبيب كيف حالك؟ سعر الله بالنور الله حييك الله يرفع قدرك أخويا بس أستفسر منك الآن الدور المنزلي هل يعني تجد أنه كافي في مجتمعنا أم لا ينقصه الكثير أنا أعرى أنه ينقصه الكثير الآن مثلا المضادة الحيوم شائع استقدامه فيه كثير من الأسرة السعودية ومع ذلك فيه استخدامات خاطية أنه تناول حليب أو لبن بعده فهذا على حسب معرفتي أنه يمنع متصاصة المبعد إلى الجرس أعضب إلى ذلك في بعض الأدوية توفيرها مش بنادوا المنتعين أنا فيه مثلا كريم الحغارق هذا الميبو أرى أنه ضروري تواجده في كل الوقت في كل منزل حيث لو تعرف الطفل أي شيء حاب يوضع على الجلد كإلاج أولي قبل نقل الطفل لمستشفر النقطة الثانية بس تفسر منك دكتور عن الوعي الاقتصادي في الدواء الآن أجد بعض الأدوية تنتجها نفس الشركة نفس المادة الفعالة بإسمعين أو بثلاث عسامي مختلفة وبسعر يعني مثلا تركة الدوائية في القصيم تنتج أموكسلين المادة الفعالة باسم هايموكس خمسمية بخمسة واربعين ريال الباكت تنتج باسم أموكسلين بثمانين ريال الباكت فما أدري معنا نفس الشركة فما أتكلم عنه من المادة الفعالة وشركات أخرى وحرب أسعى هذه يعني مداخلاتي وأدري أنكم مؤتق فيها شكرا لكم أستاذ أبو محمد كلام رائع ونقاط ريدة لعل اللقطة الأخيرة سأتي لاحقا التي هي بعنوان الوعي الدوائي والاقتصادي لكن الأستاذ الكريم تكلم في البداية عن قضية مثلا أخذ المطادات الحليب أو اللبن نعم ما رأيكم سؤال جدا مهم طبعا أحد أشكال التوعية لإستخدام الأدوية في المنازل هي حكاية توازنها أو عدم توافقها وعدم توافقها مع الأطعمة والأغذية العديد من الأدوية نعم ربما يحبث أن ما تأخذ مع منتجات ومشتقات الألبان نتيجة تواجد الكالسيوم بشكل كبير فيها الكالسيوم يعتبر معدن قوي جذاب يجذب العديد من المركبات الجزائية للدواء فممكن هذا النوع من التفاعل الذي يمكن يحصل قد يسبب عدم قدرة المعدة والأمعاء على امتصاص الدواء بشكل سليم مما يسبب قلة في مفعوله فطبعا هنا بيجي دور الصيدلي من ناحية توعية المراجع والمستفيد أننا نستقبل أسئلة هذه منهم ونراجع ونرجع نشوف الدواء إذا ينفع يستخدم مع مشتقات الألبان ولا ننصح أن يستخدم موايا فقط في بعض الأدوية يعني يفضل أن تستخدم قبل ما يكون في أي أطعم في المعدة من نصف ساعة في بعضها يستخدم بعد ما الشخص يتناول الدواء بفترة معينة بحيث نضمن أن المعدة خاوية فطبعا أكيد لها مراجع معينة لكل دواء ممكن يكون فيه تفصيل معين أن نقدر نفيد بناء على نوع الدواء بعض المضادات نعم ينصح أنه ما تأخذ مع منتجات الألبان كما ذكر السائل جميل أيضا السيد أبو محمد من السعودية تكلم عن ضرورة وجود بعض الكريمات للحروق أكيد طبعا أحد جوانب التوعية وأعتقد صيدريات المجتمع مليئة بعبوات الإسعافات الأولية هذه من أحد الأشياء التي كذلك نوصي فيها نوعي فيها المجتمع حتى حملاتنا التطوعية أحيانا بتكون التوجه داخل المنزل في حال لا قدر الله حصلت فيه إصابات معينة فوجود هذه العبوات الخاصة بالإسعافات الأولية في المنازل بصراحة أمر ضروري جدا الأمور تحصل بشكل طار وما بكلها أي تحضير قبلها أو استعداد فوجود العبوات هذه الإصابات الطفيفة أو لا قدر الله إصابات التي تحتاج وقت عشان نقولها المستشفى هذه الأمور قد فعلا تقلل من الضرر الناتج عن التأخر للوصول إلى مثلا أقسم الطوارئ أو إلى العاية الصحية فوجود الكريمات حق الحروق وجود لا صق الجروح بأشكال وأنواعه وجود الشاشة الطبية وجود بعض الأشياء التي هي الساعد للي يعرف مثلا خياطة الجروح كذلك بتساعد كثير أحيانا أنها توفر علينا أو تقلل من سوء أو تطور الحالة الطارئة إلى أن يتم تواجدها في المكان المناسب لأخذ الرعاية الصحية جميل دكتور ممكن أن يعرف أحد طريقة خياطة الجروح من غير الكادر الطبي طبعا خياطة الجروح هي مهارة إسعافات أولية جميل في جهات الحمد لله أعتقد هي الأحمر السعودي بهيئة دورات للمجتمع تشمل مراحل متعددة من مراحل المبتدئين إلى المتقدمين فهي تشمل من ناحية العاشر قلب الرئاوي التعامل مع الحروق التعامل مع الجروح بدرجاتها التعامل مع الإصابات التي تكون في الحوادث السقوط وزي كده فهذه الأمور يحتج له فعلا نوع من أنواع التطوع لتعلمها وبالتالي ممارستها جميل إذن ننتقل معكم ما زلنا في مربع الوعي الدوائي في المنزل قضية التناول الأدوية مع الأكل أو قبل الأكل أو بعد الطعام هل هذه القضية قضايا مهمة دائما نسمعها من السادة الصيدلة أكيد أكيد طبعا جدا تكون مهمة أحيانا لضمان فعالية الدواء بالشكل المرجو منهم بعض الأدوية مثلا أدوية مضادات الحموضة وعسر الحظمة يفضل أنها تأخذ قبل الوجبة بنص ساعة مثلا السبب فيها أن الدواء يحتاج البيئة الحمضية للمعدة أنها تكون متفرغة على شأن يقدر الدواء يذاب بالشكل السليم ويمتص بالشكل السليم ومفعوله يكون جاهز قبل ما الشخص يتناول الدواء كذلك بعض الأدوية تتفاعل مع الغذاء وبرضو ممكن يتسبب فيها الغذاء أنه يقل مفعولها أشهرها يمكن في أحد أدوية السيولة السيولة الدم للناس اللي يحتاجوا أو جاتهم حالات الاصابة بالجلطات المختلفة بعيد عنكم ما نستامعين يا رب بيكون هذا الدواء وهذا العقار ما ينفع أنه الشخص اللي بتناول أنه يكثر من الخضار أو اللي هي الخضار اللي لها وراق خضراء بشكل خاص لأنها فعلا بتسبب تقليل لتأثير الدواء وبالتالي الشخص اللي بيأخذ أدوية السيولة ممكن لا يقدر الله يلاقي نفسه أنه جاته جلطة بالرغم أنه بيأخذ دواء السيولة لكن بسبب التفاعل اللي يكون موجود بين الغذاء وبين الدواء راح مفعول الدواء أو قل بشكل كبير وأصبح المريض عرضة أنه يحصل له جلطة للمرة الثانية فهي أمر لابد أنه فعلا يتبع وإرشادات قبل الأكل أو بعد الأكل في بعض الأدوية لا يفرق فعلا لا يفرق فيها أي مشاكل فبيكون فيها إرشاد برضو لكن نحن طبعا دائما نوصل المريض لو عندك أي سؤال أسأل الباب مفتوح للسؤال دائما إن شاء الله جميل إذا ذكر الطبيب أو الصيد دلاني أن هذا الدواء مثلا يأخذ بعد الطعام وصرف لي دواء أو ثلاثة هل أخذها مثلا مع بعض بعد الطعام هذا سؤال مهم جدا كذلك طبعا الأقراس هذه تحوي مواد كيميائية مسألة أن أخذ مثلا ثلاثة أقراس مرة واحدة من أدوية مختلفة تختلف من الشخص لشخص في تجاوب المعدة معها لكن لا ينصح بأمان أنك مثلا لكي تخلص وإن لا تنساها مثلا كثير من الناس عندهم هذه الممارسة الخاطئة أنه خلاص يخص مثلا ساعة أربعة العصر أنا أخذ خمسة أقراس مرة واحدة دفعة واحدة هذا الأمر لما تنزل خمسة أقراس للمعدة وتتفاعل مع الحمض اللي في المعدة بتبدأ المادة الفعالة الكيميائية هذه تطلع تشترك مع المواد الأخرى حيبدأ المريض فعلا نحس بمشاكل في المعدة آلام في البطن نتيجة هذه التفاعلات الكيميائية ربما هذه رح بعد كده تخليه يخشى أو أنه يمل أو أنه يبعد عن استخدام والالتزام بالخطة العلاجية أو الكورس العلاجي فيفضل أنه الواحد يفصلها يعني تخلي بين كل دواء ودواء ما يقدر ما بين ساعة إلى ساعتين ما فيها أي مشكلة خاصة إذا كانت موعدة الدواء مفتوحة مضادات الحيوية إحنا عارفين أن وقتها لابد يكون بالساعة فربما هذه ممكن تثبتها والباقي ممكن تحاول توزعها على اليوم أفضل لو كان عندك عدد كبير من الأدوية خاصة عندنا كبار السن بيكون عندهم فعلا عدد كبير من الأدوية في اليوم الواحد فيفضل أنه علشان كمان ما يتعب ما تتعب معددهم أنه يتم تقسيم الأدوية بشكل مفصول جميل إذا كان التوجيه الطبي أن يكون الدواء مثلا بعد الطعام هل يلزم أن تكون وجبة كاملة كبيرة مثلا أو ممكن مثلا قهوة وتمر وكذا هو يفضل أنها يعني يعني في بعضهم علاقة ممكن نسميها الوجبات الخفيفة يعني مثلا عدة تمرات مثلا بحيث أن المعدة تكون في نشاط أنه في فعلا غذاء داخلها يخفف من عملية الضرر الممكن أن يكون ناتج على المادة الكيميائية التي تتفاعل مع جدار المعدة فوجود الأكل بيكون يعني بيكون بكمية ما نقول أنه مثلا تكون جدا ضئيلا مثلا نقول نصف تمر ولا تمر وحده نتكلم عن وجبة خفيفة مثلا ثلاث خمس تمرات هذه على الأقل بتشغل حمض المعدة فيها وبالتالي الدواء يكون مخفف تأثير على المعدة عن أنه لما تكون جميل ننتقل مع سعادتكم إلى جرعة وعي أخرى في دائرة أخرى وهي الوعي الدوائي أو الوعي الدوائي المعلماتي دكتور يعني يوجد طب جديد اسمه طب الاستراحات وطب الجلسات نعم يعني سبحان الله تجد الشخص مثلا يبدي شكوى مثلا في مجلس فيها عشرة وفيهم طبيب واحد أو صيدلاني الجميع يتكلم قبل أن يتحدث المختص ولكل واحد دواء مختص وهو الذي ينهي المعاناة يعني إلى أين تأخذنا وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت التبادل الأدوية والهدايا مثلا بين المرضى يعني ما حجم الإشكال دكتور أكيد في العصر الحالي عصر السوشيال ميديا وانتشار المعلومات الخاطئة قبل صحيحة وتناقلها بشكل وبثقة عالية جدا دون الرجوع للمختصين خليني أضرب لك مثال أستاذ عبد العزيز من فترة تقريبا من 2019 في دواء داخل للمملكة العربية السعودية خاص بمرضة السكر الدواء دا أثبت فعاليته في مرضى السكر في التحكم بالسكر التراكمي طبعا ساهم في انخفاض الوزن لديهم وانخفاض الوزن ليه برضو فوائد كثيرة تنعاكس على على مستوى الكوليسترول وأصبح له دور مؤثر جدا في مرضى السكر طلعوا أحد المشاهير في سوشال ميديا نقل تجربته أن هذا الدواء ساهم في تخسيس وزنه في مدة بسيطة سعره أرخص من دواء سابق كان موجود فطبعا انتشرت المعلومة هذه كالنار في الهشيم وأصبحت المجتمع عنده الهوس لهذه الإبرة وهذا الدواء من أجل التخسيس طبعا الشراء زاد الطلب زاد الاستهلاك زاد المخزون قل من اللي تضرر بعد كده المرضى اللي يحتاجوا هذا الدواء مرضى السكر هم اللي انقطع عنهم الدواء هم اللي بدأوا يشوفوا بدائل هم اللي بدأوا خطتهم العلاجية تتلخبط من جديد فهذا واحدة من أشكال تأثير المعلومات في السوشيال ميديا على المجتمع دورنا كصياد لاننا نحاول نوقف هذا النوع من التصرفات خلينا نقول العشوائية اللي هي بدون أي حساب ايش تبعاتها ممكن تكون وكذلك إيقاف نقلها يعني أنا لما بجيني الرسال على الواتساب لقيت المعلومة هذه يمكن ما تهمني بس بأروح أسوي لي عادة توجيه ويرسلها للقروبات اللي عندي مثلا أو يسوي عادة تغريد أو يسوي ما ينشرها وأنا ما تعني للمعلومة فدوري هنا كفرد في المجتمع إن أنا وقفها أنا مني مستفيد منها برضو ووقفها طالما أني أنا مني متأكد منها فهذا راح ينعكس بشكل كبير بعد كده على انتشار المعلومة وبالتالي راح يساعد بشكل كبير إنه الناس يكون عندهم مفاهيم عن الأدوية والإشاعات اللي بتكون موجودة عليها فطبعا يعني أعتقد الحملات والتوعيات الحملات التوعوية اللي بتكون موجودة وعلى السوشال ميديا نفسها يحتاج لها أنه يكون لها أثر أكبر في عملية صياغة المحتوى نفسه أنه يكون مقارب للي موجود في الشارع عندنا في شارع المجتمع عندنا بحيث تقرب الصورة لي بشكل يحتوي على الترغيب والترهيب إن صح التعبيل جميل دكتور دائرة الوعي الأخيرة التي نأمل من سعادتكم أن تلقون الضوء عليها وهي الوعي الاقتصادي والذي أشار له المتصل الكريم السادة أبو محمد يعني تحدث أبو محمد مثلا عن اسم دواء معين مثلا موجود في نفس الشركة ويظن لعلها نفس المادة الفاعلة وهذا مثلا بخمسمائة ريال وهذا بثمانين ريال آخر مثلا يأتون بأدوية مثلا من دول مجاورة يذكرون أنها أرخص وهنا أغلى مثلا أو بالعكس ما رأي صرف الأدوية بشكل متكرر أحيانا نكثر من الرخيص مثلا توجيهكم حول هذا طيب طبعا بشكل عام السادة عبد العزيز الدواء أول ما يتم إنتاجه من الشركة الأم أو الشركة اللي رائعة العلامة التجارية لي بتاخذ ما يقارب ما يتجاوز العشر سنوات كنوع من الحماية الفكرية لها وهذا ما يسموه براءة الاختراع بعد ما تنتهي هذا السنوات يحق بعد كده لشركات أخرى منافسة إنها تاخذ نفس المدى الفعالة دي ويتم تصنيعها بشكل يعني يساهم في عملية إنعاش السوق بهذا الدواء وبالتالي ستكون قيمة منخفضة فطبعا الأدوية اللي بتكون صناعتها محلية مثلا هذه الأدوية بتكون خاضعة لجهات رقبية صارمة جدا تضمن سلامة وجودة وموافقة المقاييس لهذه الأدوية وبالتالي مفعولها المفروض إنه يكون يعني مشابه بشكل كبير للعلامة التجارية أو للدواء اللي منتج من شركة الأم فحتى لو كان رخيص هذا لا يعني إنه إنه مفعوله قليل بالعكس يعني هي في الأخير مفهوم نحب دائما نوعي فيه المجتمع إنه البديل هذا موجود وموجود في السوق السعودي خضع لمراحل للتقييم والقياس وأصبح جاهز إنه ينتشر في السوق السعودي وفنقدر نشتريه أحد أكثر الأشياء اللي تصيب نقطة الاقتصاد الدوائي يا أستاذ عبد العزيز خلينا نشوف الناس اللي بيروحوا العيادات المباني حقا العيادات المتعددة هذه اللي هي مثلا كشفية فيها بثلاثين ريال بخمسين ريال في المتناول فبيخرج من عيادة معاه وصفة فيها أدوية ثلاثة أربع أدوية من ضمنها مثلا دواء يحتوي على المادة الفعالة المعروف الباريستامول الباريستامول دار المادة الفعالة الموجودة في البندول فهو يكون عنده البندول في البيت هذا مثال تشبيهي فقط عنده البندول في البيت علبة علبتين في البيت موجودة بس طبيب مثلا كتب له شركة ثانية اللي هو مثلا فيفا دول طيب أنا عندي في البيت البندول وصلاحيته لسه قدامه مثلا سنتين طيب أنا أشتري الفيفا دول دالي أنا بكل بساطة لما أكون عارف إن الفيفا دول هو نفسه البندول أنا حقول للصيدلي أنا ما أبغاد الدواء جيب لي الأدوية الثانية هذه ما عندي في البيت بس هذا عندي في البيت هذا المفهوم لو انتشر حللاقي واحد حيكون فيه توفير لصاحب الشأن اللي هو بيدفع فلوس حيكون فيه تقليل الهدر الدوائي وهذا أحد المشاكل الآن بنلاقيها حيانا الناس عندهم أدوية مكدسة في البيت بتفضل موجودة لما ينتهي صلاحيتها في الأخير خسارة ما أحد استفاد منها وبيكون فيها كمان زيادة وعي المجتمع في أنه يبدأ يعرف أو يقرأ الاسم العلمي اللي على علبة الدواء دائما الاسم اللي بيكون موجوده كبير بالخط العريض هذا الاسم التجاري أو العلامة التجارية للدواء أو الشركة اسمها عندكم صعبة دكتور كيف تأتي؟ طبعا هذا الأسف يمكن الجانب يخلينا أقول المظلم شويتين فيها لكن على الأقل الشخص إذا كان على وعي تام في البيت إذا هو عنده ثلاثة أربعة أدوية خمسة أدوية أو لي شخص يرعاه في البيت لو كتبها في لستة خلاها في ورقة تهجاها راح للصيدة لي بكل بساطة يقول له هذه الأدوية أنا موجودة عندي في البيت وحتى بالصور بالجوال مثلا إذا في أي دواء مكرر من الأدوية اللي حدفع فيها فلوس أو حدفع عليها التأمين أنا عندي في البيت أنا ما أحتاج أخذها الآن أنا بالعكس أنا أحب أني أنا أستهلك اللي عندي في البيت ولا أني لما أخلص الكورس العلاجي ولا أنا أبغى أجل طالعي في الأدوية اللي اشتريتها اتكدست وانتهت صلاحيتها لا أنا لا استفدت منها ولا خلت الصيدلية تصرفها الأحد الثاني يستفيد منها فهذا مفهوم مهم جدا ومصطلح الاقتصاديات الدواء في نمو مستمير خلال العشر سنوات اللي فاتت نتيجة توجه المملكة الآن للعديد من قطاعات الاقتصاد من ضمنها الاقتصاد في الصناعة الدوائية جميل شكرا لكم دكتور كانت جرعة وعي مركزة ورائعة تمنى ذلك وافر الحب و وافر الشكر إطلالة جميلة شاكر ومقدر للصداف الكريم وإن شاء الله يكون قدمنا المفيد بمساهمتكم بمساعدتكم معنا الله يعطيكم والآفية شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام كان معنا سعادة الدكتور حسين بن طلال بخش استشاري صيدلي وأستاذ الممارسة الصيدلية المشارك بكلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز ومدير الخدمات الصيدلانية بالمستشفى الجامعي وحديث ماتع مفيد حول دور الصيدلي في الرعاية الصحية وخدمة المجتمع إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة السودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل نجباء ليحاور الجمهور في أحوالهم وليسأل العلماء عما شاء فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء منها في الدروب ضياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر